إيه حكم الدين يا دكتور على الأب والأم اللي بيفرقوا بين ولدهم هنلاقي التفرقة دي ليها جوانب كتيرة جدا فيه أهالي بتفرق مثلا على أساس ده ولد ولا ده بني فيه أهالي تقول ده شبهي وده شبه أهل بابا أو شبه أهل مامتو مش شبهنا فيفرقوا بينه فيه ناس تقول الأريح هو اللي هدلعه واللي تعبني شوية أو أصغر في أشقى يفرقوا ما بينهم في المعاملة هيكشاف التفرقة دي حلال ولا حروم وأصارها إيه على أولادنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وأنولا إحنا عاوزين بس نؤسس قاعدة وهي إن الأصل في الأب والأم أنهم يعاملون الأبناء بدرجة واحد لأن دي طبيعة الإنسان لأن دي العاطفة والحب عند الأب والأم بالنسبة للأبناء واحدة عشان كده قالوا قاعدة ما جاء بالطبع لا يتدخل فيه الشرع يعني بالطبيعة كده الأب والأمة هيعدله فمش محتاج الشرع يقول لك يعمل كذا ولا كذا ومع ذلك الشرع تحسس إن ممكن بعض الأباء والأمهات يعملوا كده فجاء التوجيه الرباني على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم قالوا طب والعدل ده في الأمور المادية فقط ولا المعنوية قالوا في الاتنين مادي ومعنوي ليه؟ لأن خلي بالحضرتك إن الأولاد هم مزيارين حتى من الصغر عندهم حالة من الرصد لتصرفات الأباء والأمهات معهم ومع أخوتهم فبيستشعروا وهو بيعمل أخوي أو أختي أحسن مني وليه؟ فالولد يكتم في نفسه فلما جاء التوجيه النبوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ولوم التقوا الله يعني خشوا في التقوى بإيه؟ أدخل بالتقوى بإيه؟ هصلي هصوم قالوا لا هنا أنت تعدل بين أبنائك في العطية وفي الابتسامة وفي المزاح وفي كل شيء حتى أن الأولاد بيعدوا أن أبويا أو أمي دحكت لي فلان ودحكت ليش فيعدوها فتأثر فيه هل أنت يا أب أو أم من ما استحقك أنه يتعب نفسيا أبدا فأنا بقول لأي أب أو أي أم الأصل كده أنتوا تعملوا كده أنتوا تعديلوا بين أبنائكم ولذلك لما جيه في الناحية المادية سيدنا النبي صارت في عديس البخياري وجيه النعمان بن بشير وقال له أنا عاوز أزود ابني شوية أو أديره حاجة دون إخوته فسيدنا النبي قال له إيه؟ قال له لا تشهدني على جور أو على ظلم حس سيدنا النبي أن أنت كده مميز الولد ده بدون سبب ولا داعي ولا حاجة فلما نسيبها كده وعده عشان ده سيدنا النبي لازم كلامه يبقى على الناس كلها لو قال له ماشي واخد بال حضرتك كل الناس هتساوي كده وما فيش مشكلة قال له لا لا تشهدني على ظور أو على جور ده سماه ظور أو جور يعني ظلم يعني هتظلم آه هتظلم هتظلم مين؟ مش هتظلم ده أنت هتظلم ده لأنه يطلع يحب نفسه وعتظلم البقيين لأنك شاف أن أنت مفضلوا عليهم فيحصل بعد كده المشكلات اللي بعيشها الوقتي تناحر بين الإخوة بعد كده يقول لك آه أصلا أنت أبوك كان يقدمنا عليها ده أكتر من كده بقى بعضهم يقول لي إيه أنا مش جايلي نفس أن أنا أدعي لأبويا بعد ما مات ليه؟ حاسد بالزور أصلا كان بيفضل أخوي عليها خلي بقى اللي كان هو بيفضلوا علي يدعيله وأنا مش هدعيله معين ده خطأ ليه؟ لأن عندنا المعصية لا تعالج بالمعصية ولكن تعالج بالطاقة النور الضلمة عندنا ما تتعالجش بالضلمة زيها تتعالج بالنور اللي هو الحاجة الصحة مش عشان دلوقتي بس لا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن اللي أولاد يحبوا بعض وهم قبل ما يجاوزوا وبعد ما يجاوزوا أكتر من كده وبعد باباهم وموقعتهم بقى يروحوا للعالم الآخر ينتقلوا للرفيق الأعلى يقولهم عشان بس يدعي لكم ويفتكروكم إنما ما يقولش إيه ده عمر ما أكلمني كلمة حلوة أبويا لذلك الأب والأم معيار كبير فنقول إن الأصل إن أنا لا أظلم أولادي بالتفاوت فيما بينهم كده مطلقا في العطية العطية المعنوية أو العطية المادية وبعدين إيه بقى الشيطان يدخل يقول لك هو بيحب أخي أكتر مني لإيه السبب ويفضل يعمل بقى يعمل ضدك ضد الأب والأم بس مش قادر يعمل حاجة ويقره أخوه لدرجة نا ممكن نعايل لإزخوه عشان خاطر أبو بيحب وقتل منه فإحنا ليه نعلم أبناءنا إنهم يتحرشوا بعضهم ببعض بالأزية أو إنهم بعد كده لا يتواصلون ويقطعون الرحم بسبب هذا الأمر أو إنهم في الميراث يحصل هذا فده شيء سيدنا النبي نبهنا عليه بس طبعا في حالات استثناء كنت سعايزة أسأل حضرتك سؤال بقى أنا أم معارفة إن ساعات الواحد بيتحط في موقف أنا مش عايزة أفرق بس أنا عارف إن عندي ابن عنده مشكلة في حاجة فأنا لازم أركز معاه أكتر من التانيين أو عندي ابن مثلا أنا شايف إنه هو دراسته لو راحت في سكة معينة وهو عايز إخويته مش عايزين لو ساعته بفلوس معينة أو بديته أكتر من إخويته حينفع وساعات بني بوقفين جنب الحلقة الأبعف في البيت الطفل اللي ملوش في التعليم أو الطفل اللي بيعاني في حياته تلاقي الأب والأم بيروحوا نحيته شوية ساعتها دي تعتبر التفرقة بدون سبب ولا دي وجهة نظر لا إحنا عندنا الأصل أن التفرقة حتى اللي قالوا إن التفرقة يعني التسوية بينهم مستحبة مش واجبة حتى قالوا بس يكون التفرقة لحاجة إحنا لعذر إحنا محتاجين الأمر ده فلما نيجي مثلا الولد ده ما تعلمش قوي البنت دي عندها مشكلة كذا البنت دي عندها مشكلة نفسية فمحتاج أقعد معها أكتر شوية أتكلم معها الولد ده بعض في المذاكرة عشان هو استيعابه مش قوي إنما التاني ده بيلقوطها على طول فهنا بيحصل التفرقة كذا فأنا كل حاجة في تربية الأولاد إذا كانت لحاجة يجوز على قدر الحاجة دي يبقى في تفاوت بين العطية بقى في المعنوي أو المادي كلما كان الأمر بسبب عذر أو حاجة يجوز لك أن تميز بعض الأبناء على بعض بنظرة بدحكة بحب بوقت بمجهود بفلوس دي كل ده ليه لأن الأب ليه تصرفاته في هذا الأمر ما أصل الأب في البيت هو المعيار زي القاضي بالزبط هو القاضي ينفع يظلم لا بس قاضي بيتعامل ليس بميزان العدل فقط ولكن بميزان العدل وميزان الفضل بس مع الأبناء يقدر نتعم معهم كلهم بالفضل حيل إنما ما قدرت يتعمهم كلهم بالفضل هتعمهم كلهم بالعدل في العدل في إيه؟ التساوي بينهم ده أنت مع ربنا سبحانه وتعالى لما واحد يكون ماشي وإده غني وإده فئير يقول لك الله مش معنا عمال لنا فئير أنا زي فلان شوف بيقول ربنا سبحانه وتعالى اللي هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فما بالك بقى بالأب اللي هو بشر زيه زيه الله طب إحنا اتنين ولادك طب ربنا وعنده حكمة احنا مش عارفينها إنما إنت إيه الحكمة اللي بتعملها هيجي الحكمة بل لو في حكمة اللي هي الحاجة إما يكبر هيعرف وجه الحكمة يقول أبويا كان بيعمل عشان خطر كده أو أمي إنما لو ما فيش حكمة يبقى لك لا دابونا ظلمنا لأنه فرق بيننا في المعاملة وإذا اللي بيخاف منه بقى إيه إن الولد بيقطع صلة الرحمة أخواته وبر الوالدين بعد يموتهم أو هم قبير في السن تيجي تعاتب الولد طب هم يتخزن طول عمره كده كآبة واكتئاب منك عشان انت بتفضل أخوه عليه أو أخته أو بتفضل الولد على البنت فيحصل لها كده فتيجي تقولك مع إن البنات متسالين في هذا الأمر بصراحة يعني شوفت حتى يفضلوا السبان على البنات ولقى أول من يقدم الخدمة للأب والأم لما يجبره هم البنات بس ده عشان طبيعتهم الرقيقة بس بيفضل جواهم برضو حتة زعل كده إن الأب والأم كانوا مفضلين للولد بيفضل زعل بس هي متحملة بس لما بيترجم بقى لمسألة إن أسم في حياته فلوس أو غيره ود ده عشان ولد ود البنت ما دهاش قوي أو خسافها قوي بتزعل في الوقت ده بس البنات بقى بيزعلهم باباهم ويزعلهم من إخواتهم اللي هم ميزوا يبقى أنت أيها الأب فرقت بي اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه